موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز إخباري من قناة المرابطون أهلا بكم وحدت وزارة الشؤون السلامية والتعليم الأصل الصلاة على وفيات فيروس كورونا في مسجد بن عباس صباح كل يوم وسمحت الوزارة في قرار جديد بهذا الخصوص لعشرة أشخاص من ذوي الميت بحضور الصلاة مع التزام بالإجراءات الاحترازية جددت الوزارة في بيان المشترك مع وزارتي الصحة والداخلية التزامها بقرارات هيئة العلماء حول التعزية والمناسبات الاجتماعية مشيرة إلى أن تكليفها للجنة من الهيئة بالحضور كل يوم إلى المسجد لأداء الصلاة والقيام بجميع ما أوجبه شرع على حد تعبير البيان أعلن المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو القويزي عن الشروع في وضع استراتيجية إصلاحية مؤسسية شاملة للنهوض بالشرطة الوطنية عبر تطوير بنيتها الهيكلية ومواردها البشرية ووسائل عملها المادية والتقنية ودع المدير العام للأمن كافة أفراد الشرطة الوطنية إلى الانخراط جميعاً في الخطة الإصلاحية لتحقيق الأمن الشامل للوطني والمواطني طبقاً للبرنامج الحكومي أطلقت بلدية تفرغ زينة هو المكتب الدولي للشغل حملة تحسيزية تستهدف عمال الأشغال العامة تستمر الحملة أسبوعاً وقال عمدة البلدية طالب المحجوب إن البلدية كونت فرقاً على عملية التحسيس ومواكبة الحملة وتم توزيع معاقمات ومواد للتنظيف على المستهدفين بها أعلنت منسقية مقدم خدمات تعليم رفضها المطلق لما يتم تدوله عن تمديد أقد الخدمة معهم مشددة على أن مقدم الخدمة لن يرضوا بأقل من عقد قانوني يتيح الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها نظراءهم الرسميون وأدعت المناسقية وزارة تهيب الوطني إلى الشروع فوراً في الترسيم وفق خطة معلنة وواضحة ومحددة الآليات والآجال يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا المجز وغيره من مواجز ونشرة وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا على الإنترنت الظاهرين على الشاشة السادسة ونص تتابعون حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد في تاسعات نشرة إخبارية مفصلة السلام عليكم اشتركوا في القناة